بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم دمن أخبار في دقائق في هذه الحلقة سأتكلم عن الإعلان الذي صدر أمس عن سونتراك عبر بيان لها أنها تم الكشف عن إعلان عن إكتشافات عفوا هامة للنفط والغاز بالجزائر بشراكة مع شركة إيني الإيطالية ومما ورد في البيان أن أعلنت سونتراك أنها أنجزت ثلاثة اكتشافات من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص وكذا اكتشافا للنفط بشراكة مع شركة إيني الإيطالية يتمثل الأول في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني وهذا بعد التنقيب الذي قامت به سونتراك في بئر استكشافي بعين إيكر جنوب غرب رقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي كما تلاحظون في الصورة عين أميناس تابع الولايات إليزي على الحدود مع ليبيا وبلغت معادلة التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب يوم من الغاز و26 متر مكعب يوم من المكثفات من المكمن الأول 213 ألف متر مكعب يوم من الغاز و 17 متر مقعب يوم من المكتفات من المكمن الثاني ثم الاكتشاف الثاني من طرف سونتراك وشريكها إيني يعني الشركة الإيطالية بعد حفر بئر استكشاف غرّة دولات جمعة غرب رقعة البحث صفات مطنين الواقعة في المنطقة الشمالية من حوض بركين هذا كما تلاحظون المتواجد غرب حاسي مسعود وقد كشفت بئر غرّة دولات جمعة التي تعتبر ثالثة في حفر الاستكشافية الحالية في المنطقة المذكورة عن اكتشاف للنفط الخام في الأحجار الرملية في خزان تاقي في التكوين الترياسي خلال اختبار الانتاج تقول سونتراك انتجت البئر 1300 برميل من النفط و 51 ألف متر مكعب اليوم من الغاز المصحب سيتم التكفل بهذين الاكتشافين من خلال تطوير المسار السريع وذلك نظر لقربهما من المرافق الحالية للأهونات وغرّد أولاد جمعة كما سجلت سونتراك هذا الاكتشاف الثالث نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تمزايا في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار كما تلاحظون تاغيت بحوض بشار القريب من الحدود مع المغرب حيث تم الحصول على انتاج إنهام من الغاز أثناء اختبار تكوين أثناء اختبار تكوين خزان الطبقة السي السي جينية يعني الديفوني السفلاء وبالتالي فإن هذه النتيجة تقول سونتراك تؤكد وجود إمكانات معتبرة في هذا الخزان غير المختبر سابقا في منطقة تعتبر محيطة ناشئا وهذا لأول مرة يتم الحديث عن اكتشافات غازية في ولاية بشار بالجنوب الغربي هذه الاكتشافات تحيننا إلى قانون انتع المحروقات لأثار جدل سنة 2019 واللي صادق عليه البرلمان واللي كان عديد من الأوساط رفضت خصوصا سياسيا رفضت هذا القانون لأنه أعطى امتيازات كبيرة وهذه الاكتشافات وما تم توقيعه الأسبوع الماضي أثناء زيارة ماريو دراجي اللي إلى الجزائر يؤكد أنه بدأ فعليا التطبيق لهذا القانون اللي منح امتيازات كبيرة للشركة الأجنبية قد يعني الاستغلال الاستغلال المهل الإمكانيات الطاقوية اللي موجودة في الجزائر العقد اللي توقع ما بين سونتراك وإيمي وأكسيدانتال الأمريكية وطاة الإنرجي الفرنسية هو عقد يمتد لـ 25 سنة ومخصص الاستغلال حقوق النفط والغاز في منطقة بركين يعني هذا الكونترال للقانون أو قانون المحروقات الذي تم المصادقة عليه في 2019 هذا التطور يعني في الاستثمارات الأجنبية في حقوق النفط في الجزائر يحينا إلى أنه أعتقد أنه سيبدأ الاستغلال الفعلي للغاز الصخري في المستقبل الخصوص أن الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الصخري نظرا للامتيازات التي قدمتها أو قدمها النظام للشركات الأجنبية قصد استغلال حقول موجودة في الجزائر أو اكتشاف حقول جديدة فيما يخص النفط والغاز من كل هذا من كل هذا أين المواطن الجزائري من هذه الإمكانيات التي حبنا الله بها حاب الله بها الجزائر يعني نشوف هذه الاكتشافات ونشوف هذه الإمكانيات وفي نفس الوقت نشوف أولاد بلادنا يهربوا من الجزائر وقوارب الموت ويمشوا عند هذه البلدان التي تستغل في شيء في الخيرات والثروات يعني يعني للاسف يعني للاسف احنا احنا مدى بنا يتم اكتشاف حقول أخرى والجزائر تنتج طاقة بشكل كبير لكن لازم ينعكس إيجابا على الفرض الجزائري على المواطن الجزائري احنا ما شفناش أنه نعكس بشكل إيجابي صحيح يعني رغم هذه السياسة الاجتماعية الغير مضبوطة لتباح النظام الحاكم لكن مازال نحس بأن هناك فقدان للأمل من طرف الشباب الجزائري فيما يخص يعني إقناعه بدرورة الاستقرار في بلاده وعدم التفكير في الهجرة هذا هو المشكل اللي رانا أنا بغيت تكلمت في سياق هذا الكلام لأن هذه الاكتشافات إذا ما عندهاش ما تعكش يعني بشكل إيجابي على الشعب ما الغاية منها ما الفي إذا كان نكتشفه النفط ونكتشفه الغاز ونجيبه أجانب يكتشفه معنا ويربح ويددون الغلات منتع البلاد وفي الأخير ما كانش أثر إيجابي على البلاد لمن ناحية الاقتصاد ولا من ناحية رفع من القدرة الشرائية المواطنة الجزائري يعني إبرة بلعين كما نقوله إحنا نتمنى وإن شاء الله أن هذه الاكتشافات يعني يبدو هذو اللي راهم يحكموا في البلاد يفكروا بأنه يجب أن ينعم الشعب بهذه الخيرات ومشي كما را يفكر هذا النظام يعني روح أعطيه بني له سكنة لا الأثر الإيجابي على المواطن يكون ببناء اقتصاد قوي يخلي المستوى المعيش المواطنة الجزائرية يرتفع وبالتالي ما يفكرش أنه يروح يهاجر بشيبحث على حياة أفضل لازم هذه الإمكانيات النفطية التي تزخر بها بلادنا تنعكس إيجابا خصوصا على مدن الجنوب الجزائري اللي تعاني من وحد التهميش وغياب المرافق العصرية وغياب ظروف الحياة يعني المتطورة اللي تحس بأنك ركفي مدن فعلا مدن بها كل مرافق نحن نتأسف أن مدن الجنوب الجزائري خصوصا ناس تعاني ناس تعاني بشكل كبير رغم أن الأرض هناك تزخر بإمكانية كبيرة رحبان الله بها نفط وغاز وكل الخيرات علش ما يكونوش مدن الجزائري كما مدن دول الخليج السيدي علش ما تكونوش مدينة في الجنوب الجزائري كما مدينة العيون في الصحراء المغربية اللي فيها اللي تحس على أنك ركفي مدينة فيها كل المرافق العصرية وفيها الأمن وفيها كل ما ما يلزم من ضرورات حياة التمدن للأسف للأسف بلادنا فيها كل خيرات لكن هذا النظام أبنى عن فشله في أن يعني يتم توجيه هادوك المداخيل الهامة اللي تبتحقيقها في إطارها الصحيح بما ينعكس إيجابا على المواطن الجزائري نأمل إن شاء الله ولو أن هذا النظام يعني ما يؤوس منه لأن عندها دي بريوريتي يخسر فيها مدرعام لكن الديفلوبمونت يعني فيل سورة والسود الألجريان وتوفير توفير الخدمات يعني العصرية المواطن الجزائري وبناء اقتصاد قوي يعود بالإيجاب على المواطن الجزائري هذا النظام أبنى عن فشله لأن ما ديرش بكري ما يقدرش يدير اليوم وما يقدرش يدير غدا وبالتالي فإنه من الضروري أن نسعى أو نجتهد من أجل تغيير السلس السلمي حقيقي لمنظومة الحكم في الجزائر تغيير اللي يكون يعود بالإيجاب ويخلي هذه الإمكانيات اللي ربي حابانا بها يستغلها ويستفاد منها المواطن الجزائري اللي رانا نشوفه في ولادنا رحوا يهربوا عبر القوارب يعني شوفوا بلدان مثلا ليبيا ليبيا لماذا ولادها ما يهربوش منها رغم كل الظروف الصعبة اللي راح تعيش فيها لماذا ما يشوفوش مواطني في دول الخليج مثلا يروحوا يهربوا عبر القوارب اللي يهجروا طريقة غير شرائية الأوروبا هذا لأن هذه الدول وفرت الكرامة المواطنيها وفرت الكرامة انتلاقا من الإمكانيات اللي تحوز عليها يعني عندهم البيترول والغاز ربي اعطاهم البيترول والغاز من أكس إيجابا على المواطني انتع الدول على الأكس الجزائر اللي مشي ربي اعطاها فقط غير البيترول والغاز اعطاها ثروة أيضا بشرية كفاءات بشرية وللأسف لكن هذا الأمر لم يستفد منه بشكل سليم وصحيح المواطن الجزائري وطالما نشوف ولادنا يهاجروا عبر قوارب الموت حاربين من بلادهم الغنية طالما يثبت ان هذا النظام فاشل وحاجز على إيجاد الحلول اللي تخلي الشعب الجزائري يتقفيه ويخلي شبابنا ما يفكرش انه يروح يهاجر ويبشي البلدان الأخرى أنا تكلمت على هذا الأمر في سياق حديتي عن هذه الاكتشافات لأنه كجزائري نفرح البلادي أنها يتم اكتشاف حقور نفط وغاز وتكون إمكانية كبيرة للدولة الجزائرية لكن نتمنى إن شاء الله هذه الإمكانية المالية اللي تتوفر تمشي في الإطارها السليم وما تمشيش فيما يخرب الاقتصاد من تلك البلاد وفيما يخصص فقط لسياسة عدوانية على المستوى الخارجي تسخير لأموال الشعب الجزائري فيما لا يعود بالنفع على الوطن أكتفي بهذا القدر وأضرب لكم إن شاء الله موعد آخر في حلقة أخرى لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساري ومن الاتحاد الإفريقي ولا تنسوا هاشتاغ نظام العسكر التوسعي طالما نظام العسكر تسخر الأموال التي حبى حبى الله بها الجزائر من أجل فكر توسعي من أجل سياسة عدوانية مع دول الجوار ربي عمر مغادي بارك في بلادنا بتفكير بتاعك بسياسة الغير حاكيمة والغير متوازنة الله يهدي الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته